لأنك أنت فاهم الثقافتين أنت صيني تربية مصري أو نشأة مصرية فأنت فاهم الثقافتين فتقدر تعمل الجسر ده جوال شغل بسيدي بقعد والله أفكر بشيطة على أقول يعني رجل صيني عايش في مصر والتيك توك تحديداً أبليكيشن الأكثر انتشاراً في العالم وهو صناعة صينية هو صيني إزاي صيني في مصر وفي ظل صعود التيك توك في مصر على سبيل المثال مايبقى مش عامل محتوى على التيك توك طب يعني تصدق وتأمين بي لا 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 أنا معندش تيك توك ده بجد؟ اه والله أنا بالنسبة لي حاجة الأساسية في السوشال ميديا يعني فيسبوك وإنستجرام ده غير مثلا واتساب حاجات يعني ما جايش على بالك أصلاً مسلاً ساعات أشوف كده يقولك الانفلونسرز اللي على التيك توك يقول بيعملوا مش عارف مبالغ عملة إزاي وبيعملوا فلوس إيه وبتاع فلا يبقى إحنا بقى أولى يعني لو نصيني يقولك أنا أولى أنا أنزل وهعمل وبتاع يعني هو ممكن بحكم الشغل يعني بيديني إن أنا لازم أبص الشغل بطريقة إن أنا أنا بابني بزنس استراتيجي أو بابني مثلاً طريقة مثلاً نقدر نكومونيكات بيها مع الناس على حسب بتاعتنا فدي يعني ممكن تقول إن أنا مدخلتش أنتو الليبل إن أنا يعني أعمل حاجة أخلي الناس تتفرج تجيب فيوز أعمل إعلانات أسوق لنفسي أسوق الحاجات زي كده فبالنسبة لي ما يحسيتش إن أنا يعني أنتو موضوع ده لسه قوي هل بيحصل ساعات تعارض ما بين شغلك في المكان اللي بتشتغل فيه وما بين الفن؟ يعني هو أكيد أكيد بالذات كسكاتيجول يعني طايمينج من هنا على هنا لازم أضبط وقت معين وده الصراحة يعني مزعلني الفترة اللي باتت ليه بقى مزعل؟ يعني بالنسبة لي أنا كنت عشان طبيعة شغلي كان لازم أخلي أوقات التصوير في الويك اند أو بالليل بعد وقت الشغل فأوقات كتير جداً بقى الرمضان ده يعني بخلص تصوير من هنا على الفجر روح للشغل وبعد كده أخلص الشغل روح عامل نفسي نمت مثلاً ساعة ساعة ونصف وبعد كده أروح أجمل تصوير تعرف أنا مريت زمان لأن أنا كنت بشتغل في شركة من شركات لاتصالات بعد ما اتخرجت بشوية كده وفي نفس التوقيت تقريباً بدأت أشتغل أو أبدأ طريقي كمزيع كنت هنا في التلفزيون المصري نفسه في الفضائل المصري فكان طول الوقت عندي تعارض وبعد شوية أصبح فيه عندي بقى إيه لو أنا مش عارف قدي إيه الأولوية الحاجة اللي بحبها قوي إن أنا بقى مزيع ولا الشغلانة السابتة اللي مرتبها حلو اللي في شركة كبيرة في عشرات الألاف يتمنوا يبقوا مكاني إلى آخره أنت بتمر بالحكاية دي من بمر بالحكاية دي طبعاً ومش مرة ممكن من الشركة القديمة كمان بس يعني هو موضوع دلوقتي أن أنا يعني بقى لازم أئيس أئيس الأهمية وأئيس برضو يعني أنا حتى اللي هيبقى فيها براح شوية ده أصعب قرار ممكن تاخده طبعاً خدت القرار ده تقريباً كان في ألفين واربعة أوه ألفين واربعة آخر ألفين واربعة تقريباً خدت هذا القرار قلت لأ أنا لازم أخد قرار أنا عايز أبقى موظف حتى لو في يوم من الأيام بقيت السي او ولا عايز أبقى مزيع فخدت قرار هو كان قرار صعب ومؤلم مالياً جداً لأنه بعده كنت لسه بابدأ يعني شوف من عشرين سنة فهو قرار صعب لكن أنا بعض بفكر مكانك أنت راجل دراست ماس كوم وبالتالي واضح أن أنت عايز النوع ده من الحياة والنوع ده من الشغل وهكذا لو حطيت في الموقف هتعملي لو لازم تاخد القرار يلي آآ أنت متجوز وقتها؟ أنا متجوز وعندي أحيال وقتها أنا 2004 2004 كنت خاطب لسه متجوزتش لأ اتجوزت بعدها بسنة بص بيني وبينك أنا لو قبل الجواز يعني إحنا كرجالة أكيد فاهمين إن هو فيه مش قيود بس هو مسؤوليات المسؤوليات دي لازم يعني بالنسبة لنا إن إحنا ناخدها كأول باورتي آآ طيب يعني أنتو موضوع بشكل أكبر שהוא معاصرة مع الناس دي دلوقتي بعد الجواز لأ طبعا Region هننازم ات uphold حسابات بالملي يعني مش بنملي احنا. في بيت مفتوح. بزبط. فعش هزار دي. هو كل حاجة كده كده ارزاق بيت ربانا. طبعا طبعا. فاحنا يعني بنعمل اللي علينا عشان ندمن اللي قمت بيه كان ايه? كان كان الكبير. الكبير او الجزء التالت. الكبير جزء التالت. وبعد كده كان ايه اللي على الامض ولا كان. بعد كده كان في كده حاجة طلعت فيها ادوار صغيرة. كان في مسلسل اسمه سيرة حب بتاعت سرينة عبد النور. وكان في مسلسل مش متأكد اسمه الصراحة. كان مسلسل في رمضان برضو. بس ده كان من سنين قوي. وبعد كده طبعا يباني اصلي. يباني اصلي. وفيه حاجات تانية في المصري. وتوالت الاعمال. عارف كيبلكي. وتوالت الاعمال. طبعا. هرجع على مسألة الصيني والمصري. انا انا يوسف بحس انه. الشعبين دول دموهم خفيف. يعني عندهم ده انطباعي من الافلام اللي بتفرج عليها. من الدوكومنتريز اللي ساعدت بشوفها. ريس كنت بحكي لك. مود من دوكومنتريز. اكل. فبشوف حتى دوكومنتريز الاكل الصيني. فبلاقي حتى الناس اللي بتتكلم. دايما بيقول حاجة بتدعو دائما للابتسام. هو ساخر. عنده زي ما يقولك سانس في يومر. عنده روح الدعاية بقى. آآ يعني انا بقالي فترة برضو يعني عشان موضوع محتوى ده. آآ حاولت يعني افهم الكونسبت بتاع محتوى الصيني او الكونسبت بتاع المحتوى المصبي. لقيت ان في حاجة مشتركة. ان الدولتين من الدول فيها عدد سكان كبير. صحيح. فكتر البني ادمين بيخلق نوع من سانس في يومر رفيع من مستوى شوية. لا بس احنا نون واوي جنب الصين. دي? لا. احنا عددنا نون واوي جنب الصين دي. بس فعلا مصري من الدول كنورس افريكا. طبعا من اعلى من اعلى سكان الفانس افريكا وفي منطقات الشرق. بزبط. فطبيعي عدد واحد من هنا على واحد من هنا على واحد من هنا. فالفا طلع يعني واخد ناس كتير عاملة عليها. الزحمة دي بتخلق سخرية. بالزبط. الزحمة دي بتخلق ان هو الناس كلها ده بيدي افة ده بيدي افة في الاخر بيطلع بيبقى شكله حلو. وياخد يعني اعلى من الناس. صحيح.